اشتركوا في القناة شركات المختصة في التجارة الدولية من الضرائب على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك لك ما فهماش علاش تكون موجودة بما ان الشركات هذية مصدرة اليوم في الفين واثين وعشرين الشركات اصبحت تخضع لضريبة ضريبة تسعتاش بالمية تقريبا شهر اليوم من اللي تخل القانون حيز التنفيذ شنو كانت تداعيات الشيء هذية على الشركات والوضعية عامة سفوات برك الله وفيك انت قلت كلمة مهمة برشا هو عنده شهر من اللي تخل حيز التنفيذ وصحه السيد رئيس الجمهورية لكن مع الاسف الشديد ما زلنا ما نعرفوش كيفاش فيش طبق لليوم هالي عقل شو ما نعرفوش فيش طبق معت هيقول لك عتيني بالمسبق الضريبة هذي لكن الاليات من ذات ما تحطتش معانا ما نعطيه واسي محمد فماش تصدير ايهما فماشي معانا ما نعطيه معانا بش نبديه واضحية التصدير ويقف والعباد ماش عارفة كيفي بش تصدر وكيفي بش تسترجع الفلوس متاح اليوم نهار خمسة وعشرين هالي عقل عام الفين واثنين وعشرين خمسة وعشرين يوم تصدير ونوصله ما نعرفوش معانا كيفيش بش نقومو باسترداد التسعتاش ولا السبعة ولا الاثناش في المياه اللي بش ندفعوها للمزاودين متاعنا طبو الادارة تحكي على سبعيام ناي سمعنا من بعض الاطراف زادة اللي ولات خمسة اش نيوم مش مشكلة السبعيام والخمسة اش نيوم ما يهموناش تقول لي كيفيش عطيني كيفيش اول حاجة ثاني حاجة ما فمناش شنية سبعتاش وخمستاش خطر ايجا للتيران ايجا للتيران شوف كيفيش تصير الحكاية انتي عندك امر شراء الامر شراء هذي بش تمشي انتي المصنع اللي تخدم معاه بش تعطيه قبل نحكيه في الفين واحدة وعشرين بش تعطيه البونت كوماندا بتاعك وبش تخلصه بش تعطيه الشيك بش يخلص بش يبدالك في عملية التصنيع عملية التصنيع هذي عادة دوم ما بين شهرين ما بين جمعتين وثلاثة اسابيع عادة في اي منتوج في مجال المواد الغذائية في مجال الصناعي جينا ادفعنا كما نقوله المبلغ كامل قبل الفرق انه قبل ندفع 100 تولينا ندفع 119 التسعتاش هذوما هما الاداة على القيمة المضافة وشنوه يلزمني وقتنا بش نلقى كونتونير بش نلقى حاوية في المرفق متع ردس وتعرف المشاكل اللي موجودة في مرفق ردس والحاويات اللي تقعد بالاسبوعين ثلاثة في المرفق متع ردس وهذا كم فلوس وهذا كم فلوس بطبيعة ديسوريستاري معناتها فما ضرب نحسوه كبير ياسر العملية التصدير والرغبة متع الدولة انها تدفع القدام المصدرين متاحة هاك عليش معنات نقوله فما معنات ما بين عملية التزود وعملية الشحن وعملية التحصل على الوثائق اللي تخول بالشركة المصدرة بش تحمل الملف متاحها للإدارة متاع الفينانس بش تصوب الدوسي وتقعد تستنى سبع أيام ولا خمسة شيوم عندما كان نشبعون بعملية حسابية سهلة برشة نحكيه على شهرين ونص شهرين ونص والكونتونير ما خرجتش ما معنات الكونتونير ينجم يكون نخرجه ونجم تحصل على الوافقة كان ما الوافقة اللي هي أهم وفقة في الياس هذية هي الفيزا دونبركمان اللي نعرف الحكاية متاحة الفيزا دونبركمان ويظه اللي حكيت فيها حتى في إذاعتكم الموقرة اللي ما تخرش انتان كدوكومنت أوفيسيل تخرش انتان كامبري ميكران لليوم لليوم تخرش انتان كامبري ميكران ما نعرفوش علش المفيد العملية هذية الكل هل يعقل شهرين ونص وانتي دافع في الظروف الاقتصادية الصعبة في الظروف اللي بلادنا خرجة من كوفيد في الظروف اللي صعيب انك تعمل عملية تمويل من عند البنوك ونعرفو الفوائث اللي يتخذها البنوك البنوك مصلي عن يبيه من اكثر الشركات الرابحة في تونس ممكن الوحيدة ونعرفو احتياجات الشركات اليوم في تونس للسيول حاجيات كبيرة برشا راو اللي اخذيها الاجلاء هذية معانتا انا نتخيل ليزم وياه بتاع تيران بشي شوف كيفاش تم العملية متع التصدير من اللوة للاخر نحكيه على حكيتلكم على الشومينمان نحكيلكم على المشاكل اللي موجودة في المرفع المشاكل اللي موجودة في الفينانسمان راو انا قلتها في بلاس اخرى انا نعتبر الشركات متع التجارة الدولية والشركات متع الخدمات جنود جنود كما الجندي اللي عنا في الشعام بتوقع دي حارة في الارهاب هذو ما ناس ادخل في العملة صعبة لبلادنا بالله 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 انا نطلب طلب اترافير اللي ذاعمتاكم نقصوا شوية من الشعبوية انا نشوف في اللي بايش فيسبوك هالشيطنا متاع المصدرين راو المصدرين هذوكم ناس تكونت اترافير اجيال ناس خلقت تخلق في الثروة للبلاد هذية فما الفارح فما اتهامات اليوم لباومنج مو شو نعموا لبعض الشركات اللي يقول لك انها تستعمل في الصفة امتاحة لتبيض الاموال وكذا 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 معتلكلام هذا قاعد يتقال للأسف فؤاد قديش يتقال وانا موافق واحنا كقولناك تناعرفوا الشيء هذي وقلناه موجود في ألمانيا موجود في فرنسا موجود في أعرق الديمقراطيات كيدير من البلاد كما بلادنا اللي الدولة ضعفت فيها وعننا عشرة سنين ما ناش عارفين كما يقول الفرنساوي سوركال عطيني سكتور واحد سي محمد عطيني قطاع واحد ما فيهوش هالفساد ولا هال المشكلة هنا انو قاعدين نحطوا الناس الكل فرد بانيين هذيك القضية هذيك القضية احنا نعرف اللي فما رأس مال وطني في الشركات هذية اللي اليوم قاعدوا منها الف ومئتين شريك من من خمسة الاف ومئتين عام الفين وعشر ما نحكيه على انو صار التصفية كبير ياسر لشركة هذي الشركات الدولية نحكيه على شركات تجارة دولية اللي ياخذوا اللي ياخذوا من عند مركز النهوض بالصديرات هما المؤسسات الوحيدة في تونس اللي ياخذوا من عند موس من عند لابي ولا من لابيا ياخذوه من عند مركز النهوض بالصديرات هذوما الشركات الاكثرية متاحهم اليوم عملينهم هاي المصيبوين ديجون بروموتور عملينهم برأس ميل عشرين ألف دينار عشرين ألف دينار مسكين تطلب منه باش يمشي يدفع الأداء على القيمة المضافة للدولة ومبعد يقعد يجري ونقص الورقة هذي وجيب لي الورقة هذية ونسينا السيكسانك جيبنا السيكسانك سامحني على الكلمة معانتها نحكيه وحتى على الحجة اللي تثبت اللي صار إدخال العملة الصعبة اللي صار بها التصدير للبنك التونسي هذو ما أحويش بيش ناقعوا فيهم ومتأكدين أنا بيش ناقعوا فيهم معانتها بيش تصير تعطيلة كبيرة بيش تصير معانتها غلطة منهجية كبيرة برشا نعتبروها إنه الضراع الضراع التجاري متاعك اللي قاعد يخدملك في المصنعين ويخدملك في الارتزانات ويخدملك في نعطيك مثال صغير ياسر أنا شفتها اليوم الفاتورة معانتها نسمعوا الناس كل بالبوتريت سجنين حاجة نفتخروا بها خطب دخلت في البتليموان متاع اليونيسكو إبقى جاتنا فاتورة اليوم خطر عنا نصدروا في المنتوجات هذية المتحدة الأمريكية جاتنا فيها إذاع القيمة المضافة بسبعة في الميات هذي شي حزن عليش خطر كما جاوش لكادر اللي عنا في الشركة ولا في شركات أخرى اللي صدروا في البواد أوليفي اللي صدر لك في الفوتر اللي صدر لك في دي برودوي نسيونو اذيك ينفالور داجو فالور راجو تي كبيرة برش انتي تجي تفرض عليه انه يخلص اذيه على القيمة المضافة ومبعد يقعد يعمل في جهود كبيرة برش باش نجم يسترجع الاذيه هذي احنا سمو حمد بو هنا المشكلة زادة فويت جديش رئيس منظمة كونيكت الدولية هل عادي انه تحط اذيه على القيمة المضافة على شركات مصدرها لما انت وجهت قاعدين نصدروا فيهم ونخرجوا فيهم البارة من تون باش نبدا وفحين هو فما اختيار للدولة احنا باش نبدا وفحين برش زادة اكثر من هكا احنا ما ناش ضد الاجراء هذيه في حد ذاته خدرنا ناس وطنيين وناس نحبوا بلادنا موجود اختيار من شيرتين فما الاختيار الاول اللي كانت الدولة التونسية منحته من عام اربعة وثمانين وقت تأس الاطار القانوني للشركات التجارة الدولية ومن عام حتى من عام ثلاثين وسبعين بالنسبة للمؤسسات المسنعة عاطي الامتياز هذي للشركات اللي تزيد وتعطي في بوسيبليتين ادخال العملة الصعبة للبلاد دونك عاطيتهم الميزة التفاضلية هذيه الميزة التفاضلية هذيه فما بلدين كما فرنسا كما ألمانيا وشيه هذي نقروا به مش عاطينوا للمصدرين متاحهم لكن هاو الحاجة المهمة اكل اجيل متاع سبع يام ولا كيمة ولا لاني لح تكيوه متاع خمستاشين يوم ما همش موجودين سيمو حام الاجيل هذيه نحكيه على في اخر الشر كل شريكة في تونس تحترم روحها وميش تخدم في مجال التهريب تمشي تعمل ديكلاراسيون المتاحها مهار ثمانية وعشرين يبقى في فرنسا نهار واحد في الشر يلقى الفلوس في الحساب البنكي متاعه هذيه الطريقة سي محمد وهذيه رانا مدين يدينا خاطرنا نعاود نقولها رانا مؤمنين اللي يلزم كان سار الاختيار في المنهج هذيه متاع انك تدفع الاداة على القيمة المضافة باش تنقسم التهريب وباش تنظف القطاع احنا معاه الشي هذيه اللي ما ناش معاه نتخالي نش نستنى جمعة وجمعتين وثلاثة جمعات وشهر نحكيه وعلا شهرين ونص يا محمد هذيه اللي مش معقول وهذيه اللي بيش حطم الشركات احنا نطلبه باش الامكانية هذي تبدأ واردة وتبدأ ممكنة وتبدأ فلويد واحنا معاه التنظيف انه تصير ديجيتاليزازيون متاع عملية التصدير هذيه هو واحنا ماناش فاهمين علش الحكومات المتعاقبة من بعض الثورة رغم اللي فما دي باير دو فان كانوا مستعدين باش يفينانسيو البلاتفورم ديجيتال هذيه اللي تربط ما بين الفينانس ما بين الديوانة وما بين التتين معانا حاجة سهلة برشا كيوصلنا احنا في الكوفيد كانت تذكرشي وزعنا فلوس بالديجيتاليزازيون معانا حاجة اسهل بياسر العدد اصغر برشا ما بينيش نحكيه على ميتين وثمانين الف مواطن نحكيه على عشرة الاف شركة مو نحنا ديما مستنسين في تونس فوات قديش بالحلول الترقيعية دون كايك عليش مش تقول ديجيتاليزازيون ورقمنا وكذا وكذا يبطى شوي مزن الارادة مهاش موجودة دونك كيفاش بشي عمله الشهيدة انا نقول لك اكثر ملاكس يا محمد انا نقول لك فما قوة ما تحبش تصير الخدمة بشافافية ما تحبش انه الشافافية تولي هي العمود الفقري يمتع لدارة في الحالة هذه راك عملت حاجة مخترة برشا راك الرأس مال الوطني والشركات اللي بالحق قاعدة تخدم في خدمة البلادنا قاعد بيش تحطمها بيش تقضي عليها بالطريقة هذي بيش تقضي عليها انا نرجع كان تسمح سي محمد للمثال تعمل في وقت معين تعمل في 2014 في حكومة معينة مش لازم نذكروا الاسماء انه صار في وقتها وزير المالية تطلب من انه تصير شواء متاع دي زونتروبليز بيلوت هاي لزونتروبليز بيلوت هذوما فرض عليهم انه ويطعوا الاداء على القيمة الموضافة وهذا ينجم ونرجعوا الارشيف متاع وزارة المالية ونكتشفوه وصارت une restitution أوتوماتيك شو ما عنده هو تفعل الاداء متاع المضافة منها يلقى فلوس وراس شر موجود في الكنت هذي هذا ستون اوپراصن بيلوت عملها خاتر العباد وقتها تخمم بطريقة انه يعملو اتوت دنباكت المصيب انه تو لا فما لا اتوت دنباكت لا فما حد شي يعني البداية هاو موجودين وتحكيوا انتم الفعلين الاقتصاديين يمكن الحكومة او السلطات يمكن عندها رأي اخر ولا ما هيس قاعدة تشوف في البديل هذاليوم اليوم الوضعية متاع الشركات شركات التجارة الدولية فويت قديش رئيس منظمة كونيكت الدولية واقفين ما همش قاعدين يخدمون واقفين وقفة ما نقولوش مية في المية وما فما بعض الشركات تصدر في منتوجات ما فيهاش اداة على القيمة المضافة غير هذاك ما فماش تصدير خاطر اليوم ما نعرفوش كيفاش بش نسترجعوا الاداة على القيمة المضافة نهار خمسة وعشرين هكا عليش نديو كل صولت واحنا رغنا في كونيكت يعني فما توقف عن العمل توقف عن العمل يستنى وما يعرفوش ناس تستنى معناتها ناس معناتها الاجراء هذالي جاي بطريقة مباخترة وهذا اللي لومنا عليه ونزيدوا اللوم عليه الادارة معناتها من المفروض انه قرار من اوها كيك يصير في اطار تشارك في اطار واطر رأي موجودة تصدير اللي هو نجم تقول الفيردولونس بتاع التصدير متاعنا النجم وناخدوا فيه قرارات خطيرة من اوها كيك او استراتيجية هذالي قرارات رأي نهار اخر التاريخ باشي حاسبنا كمسؤولين وكمنظمات وطنية اللي سكتنا على قرار من اوها هذالي واخذيناها بطريقة مستعجلة بوتاتر خليت الشركات تاقف اليوم والاستاتيستيك واليانيس نجم تخرج لك الاستاتيستيك متاع الكميرس اكستريور نهار واحدة وثلاثين جاف وطنوا نشوفوا معنات اللي شيفر كيفاش معنات اكثرية الزملاء اللي نعرفهم ووقفين على العمل معنات ووقفين بطريقة شبه تامة على العمل هذالي نقصفوله جدا واخنا نحب نقول كلمة بارك معنات في الاطار هذالي انه رأينا مدينة دينا مدينة دينا وما زلنا نطالبه بلقاءات وباجتماعات مع وزارة الملائق باش نلقاوا حلول باش نتجاوز والازمة وباش منخليوش التاريخ ناريخي حاسبا نقعد باعتين ساعات انه ما فما حتى اجراء لترشيد التوريد والتحكم فيهم بعض نحطوا قوانين كي من هكذا تعطل التصدير شنو ما قال الشركات هذه سمعت بعض الارقام وسمعت حتى شركات انه يبش تسكر وبعض الشركات الاخرى يخموا حتى في انهم بش يخرجوا من تونس ويمشوا بلايس اخرين صحيح هذا ولا لا صحيح 100% لكن ما نحبش نعطي ارقام خطر ما عنديش ارقام صحيح فماش كون زملاء اعطاها رقم بتاع 240 شركة حصلنا بالذكر انا ما عنديش كونفيرماسيون ما نحبش نعطي رقم لكن في المنظولين متاعنا في اصدقائنا في الزملاء اللي نعرفهم فهم برشة شركات والله معانتها على بيصدد بيصدد تحضير رواحة بيش تحر الفروع في بلدان افريقية كي ما تعرف محمد اللي نقص فوله اكثر انو الشركات متاع التجارة الدولية اللي يتمثل 10% مصادرات تونسية تمثل اليوم 80% مصادرات على افريقيا جنوب الصحراء والاسواق هذية كي ما تعرفها سياتك اسواق صعيبة برشة نعي ونسهل انك تصدر لها وتعمل لها كونتون حاويات مخلطة برشة شركات كي سوا في افريقيا كي سوا في مالتا كي سوا في فرنسا كي سوا في دونك هذين نقص فوله جدا ونقص فول اللي قرار من او هكاكا يخلي الذراع التجاري متاع بلادنا اللي تبناء من اربعة وثمانين وهو قاعدة تبناء وصارت فيه قداش من تنقيح باش وصلنا اللي يصناله اليوم قاعد نشوفه فيه قاعد مريض قاعد يحتضر هذي هكا عليش نطالبه ونواجه نيدام من كونتكت انه اعلى صالة الصلط في الدولة تاخل اجراءات وتتفهم الوضعية وما نخسروش خسارة كبيرة كما اللي قاعدين نخسرو فيها اليوم منعرش الحلول كنت تحكي فيها يظل المطالب امتاعكم في منظمة كونتكت الدولية مهاش صعيب تحقيقها لكن المشكلة انه حتى التشارك وما فماش يظهر لتواصل ما بينكم وبين السلطات والله محمد اللي علينا عملناها احنا طلبنا باش نقابلوا باشنوه كان الرد ما تحصلناش على رد حتى اليوم حتى اليوم ما تحصلناش على رد صار مطلب كتابي باش نتقابلوا باش نلقاوا حلول خطر مديني دينا احنا بريتوه هذي بلادنا نس كل واحنا دو باساج نس كل وهذي باش خليوها لصغارنا نهاريخ ونأسفوا جدا انه نلقاوا رواحنا في وضعية مثل هذي خطر تخذاء اجراء في وسط بيرويت ما غير حتى حتى تشاور كنا نجموا نشاوروا كنا نجموا نعطيوا رواحنا موراتوار لالفين وثلاثة وعشرين نبداول الاجراء هذي خلي الناس تحذر روحها خلي الناس تفهم البروسيدور ونعملوا كما عملت حكومة الفين وربعتاش عملوا كما تقول انتي على الفينومان هذي باش يشوفوه شنوه انا نتسائل اخي ما شافوش الريزولتات متع الدراسة هذي احنا اللي نطالبوا به اموراتوار مصارش اموراتوار فما الامكانية الاخرى متع انه تخرج او بلوتو البروسيدور هذي متع الاجراءات اللي يلزمها تتعمل وفما لاتروزيوم سوليوسيون اللي واردة واللي ممكن او ماشي صعيبة انه اليوم اتطبق الحكاية هذي وعارفينها ماشيين للشركات الصناعية خاطر هذيه منهجية متع الدولة كما قلت لك بكري فما دول تعفي الشركات المصدرة وفما دول تحتم على الشركات المصدرة انه تخلص ماناش ضد الشي هذيه باش ننظفو بلادنا لكن عندها الامكانية متع اا الديجيطاليزاتيون متع الموظفين ونعرفو الاخوة في 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 الامكانية الماتريال باش ينجموا يعملوا شي هذيه في سبع ايام ولا في خمستاشن يوم ماذا نعرفوه خاطرنا عايشين معاهم وشوفهم كيفش يخدموا العدد المتاعها من قليل برشة حتى حتى حابوا يجيبوا عبادو خلين الخدمة هذي الستان ترافايا تري سبيسيال الستان كور تري سبيسيال اللي يخدم على روحه في خدمة شاقة جدا ومستحيل انك تنجم تفرض علي باش اعطيك اجيل من نوع هذو ما هكا عليش انطالبوا بكل لطف الناس اللي عندها الامكانية باش تدخل في المجال هذي باش يوخروا تطبيق الاجراء هذي راي البلاد التصدير وقف الحاجة الثانية اللي ممكن نطالبوا بها امكانية امكانية رأس مالي عشرين الف دينار بس تنسى تعمل في زونس حويات في الشر بالطريقة هذية بانتجا مش تعمل اشتر حاوية هذية هي الاشكالية اللي انطالبوا بها الاجيل ويزبنا نفهموا اللي عندها انا مباكت فينانسية تريلور على الشركات خاصة ان الشركات الصغيرة وقلتها في موقع اخر انا رأوا باش يقعدوا من الف وميتين شركة كان الميتين شركة اللي تابعين المجمعات كبار واللي عندهم الارياحية المالية باش ينجموا يخلصوا الاداء على القيمة الموضافة ما غير حتى مشكلة مع الاسف الشديد واذا ينعرفوه التسوء ايكونوميك متاعنا متكون من بامو بامو في المجالات الكل في نفس الاطار في اطار الشركات الخدمات وشركات التجارة الدولية اكثرياتهم شركات كابيتالهم صغير ما يخول لهمش باش ينجم ويصبروا شهرين ونص كي ما قلنا واذا يبالله نحيوها من الخريطة كلمة سبع ايام وانو خمستاشين يومرا وفي البراتيك نحكيو صعب شوي بالديمونسترسيون بالديمونسترسيون باليكس بلوس يجريك اللي يساجدوا دو موائي دمي من تاريخ خلاص شركة شركة تسليم الى المنتوجة اللي مش تصدروا هاي الى الى الوصول الى الياس متعلي دوكيمون الى الوصول الى انك تلقى الفلوس متاعك رجوع لك للكونت سؤال اخير افويد قديش رئيس منظمة كونيكت الدولية قداش ما زالت تتنجم تتحمل الشركات هذية المتضرة من القانون من الفاصل اثنين وخمسين اللي جاء في قانون المالية لسنة تلفين واثنين وعشرين هي لليوم ما زالت مبدتش بيش نتساءلوا قداش بيش نجم تتحمل وما في البراتيك وقتلي انا سمعت ديزيكو من الكواليس انه نحكيو على انه خلال الاسبوع هذية بيش تخرج الاجراءات ونتمناه انه قبل ما يوفيش هرجافي على الاقل تخرج الاجراءات التطبيقية للفاصل اثنين وخمسين القانون المالية اثنين وعشرين يظهر اللي معناتها الشهر كامل بيش يحضروننا لبروسيدور ديوترافاي وناس وناس مايش فاهم رواحش بيش تعمل في الاطارة هذية معناتها سؤالك ويجيه معناتها بعد الاطلاع على الطريقة اللي بيش يستعملوها وقتها النجم نجاوبك على السؤالة هذية يا سب محمد ومتو اللي نقولهولك انه الشركات واقفة مهاش تخت شكرا لك سيفويد قديش رئيس منظمة كونيكت الدولية نشكرك على الحضور معنا ولكل ما أفت مرحبا لك الحوار تعودوا تسمعوا وتشوفوا على الباج اوفيسيال متاعنا شمس فيان باج اوفيسيال على فيسبوك خليكم معنا بعد شوية اضيفنا الثاني في الانتربيو ستارتاب